في أوقات كتير جداً ودي كانت الرسالة كنت بتكلم فيه قبل فاصل في أوقات كتير جداً الأهلي ليه هيبة والجميع يعرف وهو بيواجه النادي الأهلي بدايةً الجميع يتمنى أنه يتفدى النادي الأهلي في أي معجه في أي مشوار سواء كنت بتكلم على طولة أفريقيا سواء كنت بتكلم على أي بطولة محلية وبالتالي لأنه فيه فوارع كتير جداً والكل بينه وبين نفسه يدرق طبيعة هذه الفوارع يعني مهما قالوا من تصريحات أو مهما حاولوا إضافوا الشمس أو مهما حاولوا أنه هما ينفوا أنه فيه فوارق حقيقية بين الأهلي وبين أي نادي تاني فيه إحساس داخلي عند الفريق بشكل جماعي وعند كل لاعب بشكل فردي أنه مواجهة الأهلي مواجهة صعبة وأنه الأهلي دايما فرصه أفضل وبالتالي توقع دايما أنه هيكون فيه لجوء لأساليب تانية ما لاش علاقة بكرة القضاء لتعويض الفريق دي أهمها هي فكرة إخراجك عن تركيزك محاولة استفزازك محاولة استدراجك لصراعات جانبية ينتج عنها خسارة النادي الأهلي مش هقولك لجهودك أو تعرضك لكارت أصفر ولا كارت أحمر ولكن على الأقل أنك تفقد تركيزك في المباراة أنا بيتهيئ لي وكنت بقول أنه اللعيبة أو الجيل ده تحديدا يمكن أكتر جيل جه في تاريخ الكرة المصرية كلها من ناحية الخبرات والاحتكاكات سواء على مستوى الضغط عدد الموبارات اللي بتعب في الموسم قوة المنافسة أسماء المنافسين عدد البطولات اللي بيخدها في كل موسم مفيش جيل في تاريخ الكرة المصرية من أول ما الكرة المدورة دي دخلت الملعب عندنا هنا في مصر مر ولا شاف ولا احتك ولا نافس ولا حقق لحقق الجيل الحالي من لعبة النادي الأهلي موسيقى موسيقى